كلنا عارفين ان الأدوية شيء مفيد وضروري وما نقدرش نستغل عنه وعارفين ان شركات الأدوية رغم انها بتكسب فلوس كتير جدا لكنها شركات عظيمة وبتمتج لنا أدوية ضرورية جدا شركات الأدوية دي اكيد بتحب الخير وبتقدم للبشر كل حاجة حلوة صح؟ عشان نشوف الصورة كلها لازم نرجع خطوة الوراء لازم نفتكر الاول ايه هو الدواء ده وليه احنا ما عندناش مانع ان شركات الأدوية تعمل منه مكاسب كبيرة وبنعتبر ان ده مكسب للطرفين الشركة والمريض او الانسان والبشرية عموما وامتى الموضوع بياخد شكل تاني وازاي وليه في جانب اسود لتجارة الدواء وازاي ان فيه أطباء وسيضلى بيكونوا جزء من الجانب الاسود الدواء هو منتج زي اي منتج بياخد على قليات السوق العرض والطلب لكن الفرق بينه بين اي منتج تاني ان الدواء هو منتج ما ينفعش الشركة تعلن عنه بشكل مباشر للمستخدم او للزبون اللي هو المريض وعشان يتباع لازم طبيب يوصفه وهنا المشكلة خلينا الاول نتخيل لو كنا عايشين في العالم المثالي في العالم المثالي كل شركات الادوية بتصرف فلوسها على البحث العلمي عشان تكتشف ادوية جديدة تصنع الادوية دي بأحسن جودة وفي احسن شكل واتباعهم بسعر معقول ولما المريض يتعب بيروح للدكتور الطبيب بيشخص المريض صح وبيوصف له الدواء اللي المريض محتاجه بس ويكتبوا بالاسم العلمي بغض النظر عن الاسم التجاري او اسم الشركة اه ما هو كل دواء ليه اسمين اسم علمي واسم تجاري الاسم العلمي ده بتاع المادة اللي جوه الدواء المادة الفعالة اللي جوه الكابسولة او ازازة الدواء او الحباية المادة اللي بتشتغل زي مثلا براسيتامول ده مادة مسكنة للقلم بتسكن القلم وبتنزل الحرارة بغض النظر عن مين الشركة المصنعها وفيه كمال اسم تجاري براند نيم وده بيدل على المنتج نفسه الاسم اللي الشركة المصنعة للدواء ادهوله وده اللي بيخلي الراسيتامول اللي تكلمنا عليه مثلا بيتباع تحت اسامي كتير جدا بانادول وادول وستال وفيفادول وبرامول وطايلينول وزي ما انت عايز وكل منتج من دول له اسم وشكل وسعر ويمكن جودة مختلفة المهم بعدما الدكتور في العالم المثالي كتب الوصفة للمريض بتاع العالم المثالي حيروح للصيدالي بتاع العالم المثالي يدي له رشدة الصيدالي في العالم المثالي بيختار اي منتج من على الرف المهم يكون فيه المادة الفعالة ويكون تاريخ صلاحيته لسه منتهاش ويفضل ان الصيدالي في العالم المثالي يختار ارخص منتج فيهم باعتبار ان الجودة بتاعتهم كلهم زي بعض ده العالم المثالي ملاش دعوة بيه في العالم الحقيقي بقى اللي احنا عايشينه ملك شركات الأدوية هدفهم يكسبوا فلوس وده السبب انهم عملوا شركات الأدوية أصلا وعشان كده بعضهم بيصرف على الدعاية أكتر ما بيصرف على البحث العلمي وتطوير الأدوية ومصاريف الدعاية بتاعت بعض الشركات بتعدي أكتر من نص مصاريفها السنوية كمان في العالم الحقيقي الدكاترة والسيادلة محتاجين فلوسهم كمان عشان يعيشوا ويدفعوا الإجارات والفواتير ومصاريف المدارس وزي ما فيه كتير منهم بيخافوا ربنا ومحترمين لكن فيه بعضهم للأسف مش كده والنتيجة هي الكوارث اللي حنشوفها دلوقتي من بريطانيا دكتور محمد نصور طبيب البطنة والكلة قناة الدكتور بس خلينا نبص الأول للجانب المشرق ونحاول نفهم وجهة نظر شركات الأدوية نحاول نفهم ليه بيبيعوا الأدوية غالية كده وليه أحيانا ما بيكونش عندنا مشكلة في إنهما يكسبوا المكاسب الخرافية دي الدواء ده عشان يوصل لحضرتك بيمر بمراحل طويلة ومعقدة جدا ومكلفة جدا 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 من البحث العلمي شرحتها قبل كده بالتفصيل في فيديو مراحل التجارب على الدواء وهسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو تجارب زي دي ممكن تستمر زي ما وضحت في الفيديو لمدة عشرين سنة وممكن تكلف الشركة على الدواء الواحد أكتر من مليار دولار وبعد التجارب دي كلها كتير من الأدوية أصلا بتفشل تجاربها ومش بتطلع للنور وبعضها بعد ما بيخرج للسوق ويبدأ يتباع بيثبت منه أضرار وبيتسحب من السوق تاني عشان كده منطقي إننا نقبل إن الشركة اللي تعبت وصرفت وكلفت وأنتجت دواء جديد بيعالج مرض وقدرت تثبت فايدة الدواء ده بالأدلة القوية هنقبل إنها تاخد حق احتكار إنتاج الدواء ده لمدة معينة عشان تعوض مصارفها في المدة دي الشركة دي هي الوحيدة اللي بيكون من حقها تنتج الدواء ده المدة دي غالبا بتكون عشرة إلى عشرين سنة وما فيش شركة تانية تقدر تنفسها في إنتاج الدواء ده في الفترة دي وبعد العشرة أو عشرين سنة دول سعر الدواء بينزل لإن في شركات تانية بتدخل منافسة وبتصنع نفس الدواء بسعر الخيس ده كله كلام مفهوم ولو ما حصلش إن الشركة ضمنت إنها تكسب بعد المصاريف اللي صرفتها دي كلها يبقى ما فيش شركة أدوية عقلة هتصرف مليارات تاني على البحث العلمي وعلى اكتشاف أدوية جديدة ويبقى مستقبل الإنسان حينتهي بسبب الأمراض الجديدة اللي بتظهر أو حتى الأمراض القديمة اللي لسه ما لإنها لهاش علاج وزي ما بروفيسور منصور خان أستاذ صيدلة ونائب رئيس كلية صيدلة في أحد الولايات الأمريكية بيقول في حوار على موقع سايينس ديلي تقريبا 80% من الأدوية اللي بيتم بيعها مش بتقدر تحقق المبلغ اللي اتصرف على تطويرها بالكامل لكن في نفس الوقت في أدوية تانية بتتباع كتير وبتحقق أرباح بمليارات الدولارات وده اللي بيساعد على تشجيع شركات الأدوية إنها هتكمل في البحث العلمي واكتشاف أدوية جديدة زي ما بيقول بروفيسور خان إنه عمل محفوف بالمخاطر للغاية لكنه أيضا مربح للغاية تمام كلام مفهوق الشركات دي بتصير فلوس كتير عشان تعمل لنا الأدوية اللي احنا محتاجينها يبقى المفروض تكسب فلوس كتير عشان تعوض المصريف اللي صرفتها لكن هل ينفع تكسب الفلوس دي بأي طريقة؟ وهل ينفع تشتري ذمم أطباء وصيدل عشان تكسب مكاسب زيادة؟ طبعا اللي هقوله ده مش هو الأصل دي استثناءات لكن لأنها استثناءات خطيرة وبتمسح حياتنا وصحتنا فمن حق الناس تعرفها أغلب شركات الأدوية بتشتغل في ظروف رقابة شديدة جدا بتمنع أي تلاعب وبتضمن حق المريض وده مختلف تماما عن شغل شركات المكملات الغذائية والفيتامينات اللي بتشتغل بدون رقابة تقريبا في العالم كله زي ما وضحت في فيديو المكملات الغذائية والفيتامينات اللي لو ما شفتوش أتمنى أنك تشوف لكن ده ما يمنعش أن رغم الرقابة دي في مشاكل كبيرة وحاجات خروقات كتير بتحصل لازم نعرفها ونركز عليها عشان حضرتك ما تقعش فريسة لأحد الأطباء اللي ما عندهم شضمير اللي ممكن يغشك ويخليك تشيل أدوية ملهاش لازمة أطباء إيه؟ إيه اللي جاب الأطباء؟ وهنا نتكلم عن الأطباء ولا عشركات الأدوية؟ أي ما أنا هقول لك هوا ما هو زي ما قلت لك في الأول أن شركات الأدوية ما تقدرش تسوى المنتج بتاعها للزبون اللي هو المريض بشكل مباشر لأن المريض مش بيقرر إيه العلاج اللي ياخده لما يتعب المريض لازم يروح لدكتور يبقى الشركات تسوى ألمين؟ للي يقدر يبع لها الدواء بتاعها الأطباء والصيادلة والتسويق ده بيحصل بأن الشركات بتبعت المندوبين بتوعها الميديكال ريبس للدكاترة في عيادتهم مخش أقول لها دكتور دوا ده حلو تبعوا للناس بعد إذنك يعني وخذ العيانة دهيا بيضربها على المدان واسيبوها الميديكال ريبس دول غالبا بيكونوا شباب وبنات شيك جدا لا يعني قصدي شيك جدا 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 شكل مندوبين الأدوية ولبسهم وشياكتهم وقدرتهم على التأثير بتكون جزء أساسي من الصفات اللي بتأهلهم عشان يشتغلوا الشغلانة دي وطبعا متعلمين تعليم طبي عالي وفاهمين الأدوية اللي بيسوقوها كويس جدا عشان يقدروا يجاوبوا على أسئلة الأطباء عنها وكمان درسين تسويق عشان يقدروا يقنعوا الدكاترة بيها مندوب الأدوية أو الميديكال ريب ده بيكون الوسيط بين شركة الأدوية وبين الدكتور وبيكون في أغلب الأوقات عنصر مهم جدا في نشر العلم المرتبط بالدوى اللي معاه زي أنه بيوصل دراسات علمية عن الدوى اللي معاه للأطباء أو أنه بيدعو الأطباء لمؤتمرات بتتكلم عن الموضوع العلمي ده وفايدة الدوى ده في علاج المرض ده وده نشر للعلم مفيد طبعا وهو ده الوضع فعلا في أغلب الأحوال لكن للأسف في شركات أدوية بتسترخص وبتوفر وبتجيب أي حد يعمل الشغلانة دي حتى لو ما عندوش أي علم لعن الدوى ولا عن الشغلانة ولا عن العلم أصلا في مقابل إن الشركة نوية تصرف فلوس بشكل مباشر على الدكاترة عشان يكتبوا الدوى بتاعها زي ما حنشوف دلوقتي مستمين بيخبرك دلوقتي أنا معيها الأنوار الدوى الأنوار إيه دا معي معي حضرت اللغة الدوى اللي أنا اللي أنا بقول لك عليه ده اسمه إيه ده إيه رسالي فهندل اسمه 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 أه اسمه ولجيميكس ده جميعها عنواع أنواع التخصيصات خلوه تعمل فهندل دلوقتي زي ما أنا خضعت مكاتب الكشكور كده آه بص هو هو برعا هي عن دوى جميل وفاع عالم من ديت قوي وحاجة حلوة وخويسة جدا من جميل وهو يزلط معك كل حاجة ماشي بص أقول حاجة سابد الشهير ثاني حاجة زيادة للحق ثالث حاجة أكياس ربع حاجة أمن وطبيعية أكياس 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 فهندل من المال أنا كاتبها إينا الطبيعي والصح واللي فعلا بيحصل في أغلب الأوقات هو إن الشركات اللي بتصنع أدوية تتنافس في إنها تقنع الأطباء بفعالية وأمان وقوة أدويتها ورخص سعرها عشان الأطباء يكتبوها للمرضى لكن اللي مش طبيعي ومش صح وللأسف أحيانا بيحصل هو إن الشركة تدفع للدكتور عشان يكتب الدواء بتاعها بغض النظر عن احتياجه أو أمانه أو فاعليته أو ضرورته للمريض ده مش لازم الشركة تدي للدكتور فلوس كاش مثلا لكن ممكن تعزمه على العشب في فندق خمس نجوم أو تسفروا إحدى المؤتمر في شرم الشيخ أو في تركيا أو اليونان وأحيانا حتى بتكون حاجات صغيرة خالص زي عينات أدوية مجانية كتير مثلا دكتور تاني هو دكتور العينات الدكتور ده لما كنت بتقوله واددله العينة يقول لي وليل العينات اللي معايك وأنا فاعلي يفتح الشنطق إيه ده؟ أقول له لا ده دواء أطفال أقول لي هدي حيوصل بنقتي مسلخ مفعل أنا هنا مش بتكلم عن القلة من الأطباء اللي بيطلبوا نسبة من فلوس المبيعات بشكل صريح أو بيطلبوا طلبات معينة مقابل إنهم يكتبوا الدواء صفقة أو ديل يعني أهم حاجة من إحنا نقدر نصطد أكبر عدد من الدكتور الديلرز فأنت تروح للدكتور تقول له إيه طلبات فهيقول لك بقى عايز مروحة إيه كيلو جباري إيه زفرية شرم وباطي كارينة إنتي محظفت التالبات أو يقول لك عايز نسبة يعني إيه نسبة يعني لو عبت الدواء وليكن بمية جنيه واتفقتي معا على نسبة عشرين في المية فعلى كل قلبة هيكتبها هياخد عشرين جنيه وللأسف مش بس بعض الأطباء اللي ذمتهم بتتشرب الفلوس بعض الصيادلة كمان الشركة ممكن تدفع فلوس للصيدالية عشان يطلع المنتج بتاعها بدل منتجات التانية رغم إن المنتج بتاعها ممكن يكون أغلى أو جودته أقل أو تاريخ صلاحيته على وشك إنه ينتهي بدون تفكير في مصلحة المريض اللي وثق في الطبيب أو في الصيدالية هتقول لي طيب أعرف إزاي إن الدكتور ده ممكن يكون بياخد فلوس من شركة الأدوية هقول لك لو أنت عايش في بلد فيها رقابة قوية ونظام صحي محترم فغالباً الأمور بتبقى أماني هنا في إنجلترا مثلاً الرقابة صارمة مفيش ظهر في الحاجات دي حتى المؤتمرات العلمية لشركات الأدوية بترعاها بيبقى خيرها يا سندويتش جبنة وإزازة مية وفي أمريكا مثلاً تقدر عن طريق موقع open payments data اللي هو مبادرة حكومية تقدر تعرف الدكتور بتاعك أخد كام من شركات الأدوية في أي سنة من السنين أيوة تدخل اسم طبيبك على الموقع وتشوف أخد فلوس كام في كل سنة من شركات الأدوية أو شركات الأجهزة الطبية ممكن طبعاً تلاقيه بياخد فلوس معينة نتيجة مشاركته في أبحاث مع الشركات دي وده شيء كويس وممكن تلاقي مبالغ منطقية من شركات الأدوية وممكن تشوف أرقام صادمة بالملايين أحياناً أما بقى لو أنت عايش في بلد ما فيهوش شفافية وما فيهوش رقابة ولا نظام صحي محترم فالطريقة العبقرية اللي تخليك تقدر تشك هل الدكتور بتاعي بياخد فلوس من شركات أدوية ولا لا كانت من اختراع الفنان جون أوليفر واللي هدبلشها لكم بصوتي دلوقتي في أول دبلاش بصوت الدكتور محمد منصور في التاريخ رب نفسك ملاحظتش حاجة غريبة في الفترة الأخيرة على الدكتور بتاعك شكله سعيد ومبسوط زياد عن الطبيعي بيكتب لك رشدات كتير بسرعة جداً وبيوصف أدوية كتير أنت مش محتاجها واحدة هللاحظت في مكان انتظار المرضى عنده إن فيه ناس شكلهم شيك جداً ومش باين عليهم إنهم مرضى زيك السبب بسيط طبيبك ممكن يكون بياخد فلوس من شركات الأدوية فلوس شركات الأدوية دي ممكن تكون في شكل عشا مجاني أو فلوس كاش أو أشكال تانية مختلفة وخليني يشرح لك بتشتغل إزاي الفلوس بتمسك في مستقبلات السعادة في محفظة طبيبك وبتؤدي إلى نتيجة فعالة بتدوم لفترة طويلة ده بيخلي طبيبك يقدر يستمتع بيومه ويعيش حياة سعيدة بعض الأثار الجانبية المحتملة لفلوس شركات الأدوية هي كتابة أدوية كتير في كل رشدة كتابة وصفات كتير جدا حتى لو المريض مش محتاج تكرار دواء معين لكل المرضى عيادة الدكتور تكون مليانة عينات مجانية من الأدوية والدكتور بيبيعها بفلوس للمرضى اسأل طبيبك لو كان بياخد فلوس من شركات الأدوية فلو لقيت دكتورك بيحط لك دواء معين في كل الرشدات وبيقولك إنه بيعالج كل الأمراض تشفت إن الدكتور بيبتي بالكريمنا لأي كائل يخش عنده عندي روماتيز بتهينه على رجلك عندي افتجاع في المريض تهينه على كرشة نصدع تهينه على راخر عندي احتقان في الزور تهينه في بق المرهم ده هايل جدا في إزالة أثار الجروح إزالة الحروق غلاج العضلات ممتاز 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 في البرد والرشح أيوة يا ابني إنتا لو الشمس جات عليك تدهن من ده تخدتان تغماء فاهم؟ بيخش في تدبيل الكوفتة ممتاز يعالج مشاكل الصنكارة بتاعة العربيات الهالات السوداء البصور السوداء الجيوب الأنفق كل الحاجات عارفت من اليمين للشمال يغمق البشرة من الشمال اليمين يعمل تفتيح للبشرة شفت الصناعة إيه بقى خلي بالك ممكن شركة أبو سالخة تكون الجاتوفلوس طبعا أنا عارف إن أغلب زميلنا الأطباء اللي سامعيني دلوقتي أطباء محترمين وبيراعوا ربنا في شغلهم وبأكد طبعا إن الفيديو ده في جزء كبير هزار عشان بس المعلومة توصل فياريت زميلنا العزاء ما يزعلوش مني ويا ريت حضرتك لو لك تجربة مع دكتور أمين ومحترم وبيراعي ربنا اكتب لي عنه في التعليقات ونشكره في التعليقات عشان نوزن الأمور شوية لإني متأكد إن التعليقات هتكون كلها منحازة ضد الأطباء ما تنساش إن أنا دكتورة الله يخليك طيب غير إن شركات الأدوية ممكن تشتري زمة بعض الأطباء وبعض الصياد لا علشان تخليهم يكتبوا أدوية مش ضرورية للمرضى هل الشركات ممكن تعمل حاجة أسوأ من كده عشان تبيع الأدوية بتاعتها؟ تعال نبص بصة سريعة كده على التاريخ ونشوف إن كل شركة أدوية كبيرة تقريبا عندها نقط صودة في تاريخها سنة 1937 حصلت كارثة كبيرة معروفة باسم كارثة الكسير سالفانيلامايد واللي مات فيها أكتر من 100 شخص لما أخذوا المضاد الحيوي سالفانيلامايد اللي بتنتجه شركة S.E.Massenger وعملته باستخدام مركب 70% داي إثيلين جلايكل مركب سام اتعامل به الدواء بدون ما يتعامل عليه أي اختبارات أمان قبل بيعه الكارثة دي كانت السبب في ظهور قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي سنة 1938 واللي بينص على شرط إجراء اختبارات الأمان على المرضى قبل تسويق أي دواء وسنة 1996 في نيجيريا في 11 طفل ماتوا وعشرات أصيبوا بأعقاد دائمة بعدما شركة فايزر ادتهم علاجها الجديد تروفان كعلاج تجريبي لعلاج وباء التهاب السحية وده التهاب خطير بيحصل للغشاء اللي بيحيد بالمخ وليه علاج مضادات حيوية معروف وبعدها بحوالي 15 سنة وفقت شركة فايزر تدفع تعويضات لأسر الأطفال دول وصلت لـ 175 ألف دولار لكل أسرة سنة 2019 شركة ليلي دفعت غرامة 515 مليون دولار وتسوية 800 مليون دولار بسبب تسويقها لدواء زيبريكسة بين الأطباء في استعمالات ما كانتش مثبتة وقتها ولا مرخصة من الـ FTA وفي سنة 2010 أسترازينيكا دفعت 520 مليون دولار عشان تنهي قضية كان بيتحقق معاها فيها بسبب ترويج دواء سيروكويل ومحاولة إقناع الأطباء يكتبوه في تشخيصات وأمراض ما ثبتش له فيهم أي فايدة ونفس التهمة تقريبا مع Johnson & Johnson 2013 لكن التسوية المرة دي كانت أكبر والشركة دفعت 2.2 مليون دولار عشان تسوي الموضوع ولو حد حيدافع عن اللي فات دول ويقول دي أخطاء مش مقصودة وممكن تحصل في التجارب عشان نوصل لدواء جديد فاللي حصل سنة 2015 لما شركة Turing Pharmaceutical اشترت حق إنتاج أحد الأدوية اللي اسمه DaraPrim واللي بيستعمل في علاج بعض أنواع العدوى التفايلية اللي بتيجي في المخ عند المرضى اللي عندهم ضعف في المناعة وممكن ينهي حياتهم الدواء ده كانت الشركة القديمة بتنتجه وقتها بسعر 13.5 دولار للحباية تاني يوم الشركة الجديدة رفعت سعره في أمريكا ل750 دولار للحباية 5000% زيادة في لحظة بدون سبب ده في الوقت اللي كان لسه سعر الحباية برا أمريكا بيتباع تقريبا بدولار واحد رئيس الشركة اللي أخد القرار ده وقتها بس بغرض الربح مارتين شكريلي كان بيتوصف أنه الرجل الأكثر كرهم في أمريكا ونختم بأكبر تسوية في تاريخ شركات الأدوية في العالم 3 مليار دولار دفعتهم شركة جلاكسو سميث كلاين بسبب تسويقها الأدوية التخسيس بدون كشف الآثار الجانبية للأدوية دي يمكن الجانب الوحيد المشرق في الفضايح والمصايب اللي فاتت دي هو أن بعضهم كان السبب في ظهور تشريعات رقبية أكتر على ممارسات شركات الأدوية واللي بتخلي بيع وشراء الأدوية أأمن وأأمن ومترائب أكتر خصوصا في الدول اللي فيها رقابة حقيقية وأنظامة صحية قوية طبعا هتلاحظ أن أنا ما استعملتش كلمة البيج فارما نهائي في الفيديو ده وده لأن المصطلح ده من اختراع بتوع نظرية المؤامرة بيستعملوه مش بس عشان يتكلموا عن شركات الأدوية ولكن عن الشر المطلق عن مؤامرات كونية كبيرة بتدخل فيها شركات الأدوية والحكومات ومجلس إدارة العالم وجهات تانية مستخبية احنا من عرفهاش ولما تستعمل المصطلح ده بأنت بتروج الأفكار زي أن الإيدز مش مرض ولكنه اختراع من الحكومة الأمريكية وأن السرطان له علاج نهائي بس الشركات الأدوية أو البيج فارما بتخبيه عشان تفضل تبيع لك أدوية مسكنة وانت تعتمد على أدويتهم والكلام ده وضحته بالتفصيل في فيديو كل ما تحتاج أن تعرفه عن السرطان لو ما شفتش الفيديو ده يا ريت تشوفه وعشان كده ما استعملتش كلمة البيج فارما دي هنا نهائي ولا هستعملها على قناة الدكتوري شركات الأدوية هي عصب صناعة من أهم الصناعات في العالم صناعة أنتجت أدوية قضت على أمراض كاملة بشكل نهائي بعد ما كانت الأمراض دي بتبيد بلاد بحالها زي السل والطعون والعدوى بكل أنواعها أنتجت أدوية زي الإنسولين والكورتيزون والبنسلين وغيرهم من الأدوية اللي لو اختفت بكرة ففي ملايين البشر حيموته لكن مش معنى كده أن الشركات دي ملايكة وأحيانا وعن طريق بعض الأطباء والصياد لعديمي الضمير الشركات دي بتلاقي طرق تتاجر فيها بألام ومعاناة المرضى وتكسب مليارات حرامة فلو حضرتك ياللي بتسمعني طبيب أو صيدلي أو شغال في شركة أدوية فما تنساش قد إيه مهنتك دي ممكن تكون السبب في تخفيف ألام الناس وممكن تدخلك إنت الجنة ولو حضرتك ياللي بتسمعني مش حد من دول فخلي بالك لما تختار دكتور أو صيدلي اختاره كويس لأن للأسف في قلة قليلة منهم ديلرز أشوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم ثانية واحدة السلام عليكم الفيديو ده كان المفروض أنه يتنشر بعد فيديو المكملات الغذائية والفيتامينات اللي أنا سجلته بقالي أكتر من شهرين ولكن لأن فيديو المكملات الغذائية والفيتامينات فيديو ضخم بشغل ضخم وإنتاج ضخم فهو للأسف لسه في المنتاج لحد دلوقتي وإن شاء الله يتنشر قريب وهيعجبك فلو حضرتك مش مشترك في خناة الدكتور وضغط على جرس التنبيهات ياريت تشترك دلوقتي وتضغط على الجرس عشان ما يفوتكش فيديو المكملات الغذائية والفيتامينات لما ينزل عشان ده فيديو مفيش زيه على الانترنت العربي أشوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم اشتركوا في القناة